السلام عليكم أخوتي أخوتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من فلسفة الحياة مع أخوكم الشعط قبل أن نبدأ أشكركم أخرى أشكر جميعا على التفاعل أشكر جميعا على الناس الذين دعوا كمانتر شكرا رأيكم في القلب وكما ترونه في الأخير قد نتعطل الجواب في نفس النهار قد نجمع واحد العدد جميعا قد نجاوب حتى لا نجاوب كل واحد وهذه السنة لا نجاوب قد نجاوب قد نجاوب أغلبية للناس وكما كانت الفيديو قديمة وكما اخترارات النوتيفكاسيون كنت تودر وصلت لذلك لكن كنت على يقين بأنني نحاول وصفة جميعا أشكركم جميعا الحقيقة اليوم صفة مامو أنا أتفكر فيها مدة أنا أتفكر في هذا الموضوع وهذا اسم الحكم المسبق الحكم المسبق على الناس أو على الآخرين و بالفرنسي المترجم سنقسم هذه ثلاثة ديال المراحل 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 الأول سأتعرف ما هو الحكم المسبق لماذا يكون لدينا حكم المسبق و ما الذي ينتج على الحكم المسبق على بركتي الله النقطة الأول ما هو الحكم المسبق حكم المسبق حكم المسبق ومنا كان نحكمه على الناس غير بالنظرة كان نشوف شي واحد في الزنقاء وقف حدنا في شي بلاصة في أي بلاصة ما كان عارفوه ما كان عارفنا وكان حكمه لدغي كان أعطيه وحد فكرة كان قوله هذا فلان حلكة هذا هذا فقير هذا غني هذا ما مصوغش كل واحد كان أعطيه وحد الفكرة نحن لم نعرف من هذا yang وكان حكم عليه وكان نحكم عليه وكان يقول هذا حيث كان ننصق له شخص التي فلنصقها لدينا في دماغنا فيما نعرف ذلك الشخص لماذا كانت تلك الحكم المسبق وماذا نقوم بتلك الحكم المسبق كما كان هناك الكثير من الناس الذين يتعلمون بأنهم لا انا لا أحكم على الناس ولا نحن ابحني ولا تلك الحكم مسبق ولا أكد ان أشخص على الناس كان قد نأكد لكم بأنه غلط وإحنا كاملين لدينا الحكم مسبق ومهما نقدموا على رأسنا نقولوا لا ما كان حكموش على الناس كنوا على يقين بأننا لدينا حكم مسبق على الناس وهذا شيء عادي لأننا عايشين في حياة اللي اوتوماتيكمو غادي يبدو يترسخوا فينا واحد الأشياء اللي غادي يبدو اوتوماتيكمو غا يبدو يعطونا هاد الإشارات هادو اللي غا نبدو نحكمو على الناس بلا ما نبغيو نقدو نكونوا من واحد الفئة ديال الناس اللي كانت قدي جناحكم مسبق في تواني الأولى واللي من بعد كان بدلوها ونحبس ونقولوا لا لا بلاتي ما كان عارفوش لا نقد نحبس ولكن في النظر الأولى وفي تواني اللولى كن على يقين واحد نسبة كبيرة إلا ما كانت مية في مية ديال الناس معك يشوفوا بنادم معك تولد واحد الفكرة ديال اشنو كين اوتوماتيكمو نعطيكم مثال كيوقف حداك واحد ملابش مزيان ورجلئ حويجو مجلخين مجلخوا هادي ماذا تقولوا هادا أستاذ جامعي اوتوماتيكمو تولد عندكو على الفكرات بغياء بغياء الوحكو السادي قد يكون غير خارج من دارهم ما رام خليت بغياء بغياء وكان كي سباق في دارهم وخرج مجلخ باش يتمشى واحد شوية وغيرجع يكمل سباقة ولا يكمل البنية ولا أعلم الله فاشغتك الوحكو اه علاش عندنا هاد الحكم مسبق بحلكة كما قلت لكم باننا نحن نفذ الحياة هادي الوحيد اللي ما عندهم مش الحكم مسبق وانا متأكد ما يكونش عندهم حكم مسبق هو مدري صغار اللي بقي ما تخلطوش بزاف الافكار مع الافكار ديالنا صغرين وشنو ما الافكار اللي كي ترسخوا عندنا اللي كي جوا من التلفازة اللي كي جوا من تجارب ديالنا في الحياة بزاف ديال حويش مثل التجارب ديالنا في الحياة اه شهر مرة قد يجع عندك واحد اللي كي طلب صداقة يجع عندك واحد يطلب صداقة وهذه أنا محتاجة هذه كتعطيه كتعطيه حتى انت بطيب التخاطر كتعطيه لدك السيد اللغذ اللي وكي عودك قصة يقول كنا تقطع بي الحبر اليوم أو نجي مدينة هذي كتعطيه اللغذ اللي كتجي كتجي تجع نفس الشخص بنفس بلاسة وارف كتعطيه نفس الحاجة يعني هناك كتعطيك تقول هذا هذا كذب علي هذا مكان ما لديه وعندما تكون هذه التجاربات ما ستقوم بتعطيه ستقوم بتعطيك واحد الحكم مسبق على اي شخص جاء عندك من بعد وطلب منك هذا الفلوس وخي يكون صادق وخي يكون نفسه تقطعو بي الحبال غير هذه التجاربات تجاربات ستجعلك أنك تتفكر بأنه اي واحد اللي سيأتي من بعد وخي يأتي غير لدوط وشك في الأول حانت هذه التجاربات تجاربات أخرى كما قلت لكم التلفازة الزنقة بزيارة الحويج التعاويد للناس اللي يدرين بينا شخص من حاجة كي يأتي معنا واحد الأفكار اللي اوتوماتيكما اوتوماتيكما كانوا اللي وندروا هذا الحكم مسبق بلا ما نبغيه بلا ما نشعره كي يكون شعور لا إراضي بزيارة بزيارة الاخترات غير كنشوفوا لأي شخصون اوتوماتيكما غير نحكموا علىها ما الذي يأتي من الحكم المسبق الحكم المسبق اغلبية اغلبية غد يكون غالط حانت ما يمكنش غدين حكموا على الناس وحنا ما كان عارفوهم شعني اغلبية غدين حكموا على الهيئة الخارجية والوك الشخص هو فغيم وش نوال داخل ديالله شفارة ولكننا كان عارفو بأن شفارة دابايا ما بقوش يلبسون مصر شفارة يلبس حويج نقين وهادي باش غدين يشفارك باش يأرنا بوطرناكي مشتلي باش يحتال باش يحتال المحتالون اغلبية غد يكونوا يكونوا لابسين زوين ومقادم وكيجي وبفليزة وهدي وغد يطمعك بدك المنظر ديالله باش انت غد يتبشي به الحكم المسبق اغلبية اغلبية غد يكون مبنية لنظرة ديالنا والاغلبية غد يكون غالط وكل ما كان النظرة ديالنا والحكم ديالنا غالط على الناس فاغلبية غد يكون غالط شنو غد ينقضون اعطوهم فلوس غد ينطيق الناس غد ينطيق بزهد الاخطاء غد ينظلم الناس اخرين الذين كانوا محتاجين نعاونهم وكانوا محتاجين ان نسمع لهم لش حمل الحاجة ونظلمهم غير حتى الهيئة ديالهم ما كانت كتبلينا بان كيف ما كان نظنو الحكم مسبق هذه الفقرة الرابعة ما قلتاش فلوس كيفاش نقضون حارب الحكم مسبق كما قلت لكم كتبالي كتبلي يقول انا ما عنديش حكم مسبق ولا ما عنديش لابق كن 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 قول انا ما عنديش ولكن مهما يكون مهما يكون يوقف حدا كبنا دم يجيو أفكار اللي تولدو عبر الحياة ديالك مهما ومهما عرفت ومهما 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 يجيو ويجيو دماغ ويجيو 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 الحل الذي نقضي وخاتج هذه الفكرة لم تتعطي كثير من عشرة ثواني لم تتعطي كثير من عشرة ثواني كان بنادم لابس ومهما لابس خائب ولكن لم يريد كل مظهر الخارجي رجعوا وقلوا بأنه قد نكون غالط هذا المظهر الخارجي يقد يكون غير خدعة يقد يكون غير غلط مني يقد يكون لا علاقة مع شنو شنو ذك الشخص ويجيو يجعلني نرجع خطوة لور باش الحي ذاك الحكم مصبخ وباش نقضي نتعام مع ذاك الشخص بحياتي نتعام مع بحياتي سوف نحكم لي بإيجاب بسيلي ومشي نأخذ معا نشوف نادم اشنو عنده اشنو كدير باش قد يكون تصرف ديلي وقد يكون نتيجة تصرف ديلي تكون محل هذا ما كان في حلقة ديلي اليوم اه كانت منها تكون عجباتكم ما بغيش نطول عليكم بزاف حاول من منفوط عصر دقائق كانت منها الفكرة تكون وصلات وان شاء الله يجيو حلقة جديدة حلقة جددة في الحياة شكرا شكرا الناس التي تفرجوا شكرا لكم لو كنتم متعفقين معايا دعوا كمانتر متعفقين اذا لم تتعفقين نسيت نقطة دعوا وليف كمانتر اذا انا كنسب منكم وكنسب من كمانتر شكرا بزاف تحيال لكم وطلعوا ليفراس الله عون اشتركوا في القناة